نبتدي كلامنا بتقييم عام في وجهة نظرك للكورة في الأولمبياد يعني برضو في أجيال كتيرة شافت الأولمبيكس بأجيال فاكر أنت نيجيريا طبعا لما كسرت الدنيا آه فهم عارف أنت بيبقى مرتبط في أزهنة فرق كده ومنتخبات عملت أداء أسطوري وطلع بعد كده نجوم من الأولمبيكس كسرت الدنيا هل الدورة دي نقدر نقول عليها أن هي مستوى الكورة فيها مرتفع مستوى كبير مستوى حلو والله أنا مش حاسس كده إحنا دائماً ارتبطنا بالأولمبيكس زي ما أنت بتقول دائماً الأولمبياد ما بتتقارنش مصنفة في الكورة مثلاً زي كاس العالم أو الشامبيونز ليج والحاجات دي لكن في الآخر أنت بتشوف نجوم كتيرة جداً موجودة طفل البلاد كلها الكبيرة حتى في الكورة بتبقى حريصة جداً أنها في الأولمبياد تعمل حاجة واللعب أو الجلوري بتاعت الأولمبيكس بتفضل موجودة حتى في الكورة اللي هي مش واخدة للسبوط الكبير وبيبدأ بقى للشالنج دلوقتي مع الكورة الحديثة مع بعض الكوفيد والحاجات دي أن لعبتي الكبيرة تروح تلعب ولا ما تروحش تلعب في الأولمبياد أعمل إيه فيها بالزبط المهم في الموضوع كله أن أنت دائماً ارتبط زي ما أنت بتقول كده يا رشيدي يكيني والحاجات الجميلة اللي كنا متشوفها زي ما في الأولمبياد ما بقتش زي دلوقتي يمكن يعني رغم أنه إحنا في البطولة دي فيه نجوم كتيرة موجودة في البطولة لكن في الآخر أنت ما عندكش الأسماء الكبيرة جداً زي زمان أو مش بتطلع مش بتفرز لك اللعيبة اللي أنت عارفها ما بيكون لأن فيه لعيبة كتيرة جداً من اللي أنت بتشوفهم دوليات دول معروفين يعني منتخب أسبانيا اللي عنده ست سبع لعيبة جمدين جداً دول كان قريدي إحنا لسه متفرجين عليهم في اليورو فعندهم لعيبة أنا بقولك إن في سن 23 بقوا من لعيبة دول ستة بيلعبوا في الفريق الأول ودي نقطة مهمة جداً لما تقارنها بلعيبة منتخب مصر مثلاً أنت عندك كام لعيب من قوام منتخب مصر الأولمبي ده اللي هما اللعيبة برى الثلاثة الكبار متواجد في المنتخب الكبير أو كام لعيب في منتخب البرازيل محترف برى البرازيل في المقابل أنت كان عندك لعيب في القايمة بتاعتك مثلاً هنا لو بنقرب بالمصر والفرق كام لعيب محترف برى مصر دي نقطة مهمة جداً لأن اللعيبة كلها خلاص طلعت برى فانت النهاردة لما تسمع اسم ريتشارلتسون كان فيه ناس في الأول فاكرة أن ريتشارلتسون ده من اللعيبة لفوق السن لا ريتشارلتسون عنده 23 سنة ولعيب متمرس بقاله كم سنة دي لقطة مهمة جداً إسلام إحنا عندنا بنقعد نقول على اللعيب أنه هو لعيب واعد ولعيب صغير ولعيب جاي في السكة هو عنده 25 سنة بالظبط بالراحة اللعيبة ده عنده 24 سنة لسه صغير طبعاً 24 سنة دي زي ما أنت شايف هو ريتشارلتسون ولعيبة شايف بيدري 18 سنة بيلعب كل الماتشات في اليورو مع المنتخب وبيكمل لغاية دلوقتي بيدري داخل في الماتش رقم 69 أو 70 في السيزن نهر ربي فهو برونو فرناندز يعني 70 لو أسبانيا كملت يا حيتساوي يا حيعدل رقم برونو 71 ماتش في السيزن كله فانت النهاردة بتتكلم في لعيب عن 18 سنة واحد من أحسن مواهب العالم كلها وبص بيلعب 70 ماتش وما حدش بيقول بها ده لعيب صغير أو ناشي لا ده 18 سنة برشلونة منتخب الأول منتخب الأولمبي وماشي زي الفل فدي نقطة مهمة جداً أن أنت النهاردة بتشوف نجوم طبعاً كبيرة الأسماء الكبيرة التلاتة اللي فوق السن في البطولة بيضيفوا عليها برضو فليفر حلو يعني أنت النهاردة وجود داني ألفش عمل فليفر للبطولة لعيب بالقيمة الكبيرة دي واحد من أحسن الأزهرة في تاريخ العالم في الكورة لما تشوف داني ألفش لا بتبقى مبسوط لكن في المقابل مثلاً منتخب زي الأرجنتين أخد كل الحماس بتاعه في كوب أمريكا وخلصت كوب أمريكا على كده ما بعدش أي حد للمتخب الأولمبي وساب زي ما احنا شفنا أداءهم عامل إزاي فهي بتبقى كل بلد والتارجت بتاعها لكن أعتقد في الليفل بتاعنا نحن الأولمبيكس دي بتبقى محتاج أن أنت تطلع منها نواة لأنه خلاص المنتخب مهمتهم تحت نواة تطلع للمنتخب الكبير أنت نهاردة تاخد لعيبة تاخد احتكاك مختلف تاخد خبرات الفكرة بتاعت إن اللعيب ده لعيب محلي لا بيحتاج كجوة مصر لا أنت نهاردة احتاج كتب مدارس مختلف تلعبت قدام أسبانيا لعبت قدام الأرجنتين قدام برازيل حتى إيفن قدام أستراليا فده كله المفروض خبرات اللعيبة تاخدها وتبني عليها لسنين قدام